بمشاركة قداسة البابا فرانسيس وتحت شعار قامت مريم فمضت مسرعة انطلقت في العاصمة البرتغالية لشبونة الثلاثاء الماضي فعاليات اليوم العالمي السابع والثلاثين للشباب بمشاركة عشرات الألاف من شباب العالم وفي رسالة وجهها قداسته دعا فيها الشباب إلى الاستعداد بفرح لهذا الحدث العالمي وأن يكونوا مفعمين بالرجاء والسير قدما إلى الأمام وقال إن الرب يسير معنا دائما حتى وإن كنا خطأ فهو يقترب منا كي يساعدنا وستختبرون فرح اللقاء بالله ودعاهم أن لا يقفوا مكتفي الأيدي بل أن يصبحوا أبطال عالم أكثر عدالة وأخوة وفي ختام اليوم العالمي للشباب الذي يستمر حتى السادس من هذا الشهر سيترأس الحبر الأعظم القداس الختمي بحضور الألاف من شباب العالم ويشارك في هذا اللقاء العالمي نحو 200 من شبيبة الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين